دايماً هذا الموضوع لا ينتهي يعني اللي بيعمل حملة غذائية بصير عنده مشاكل واللي ما عامل حمية كمان مشاكل والإمساك كمان إله تبعات يعني ما بيصير حدا يضل عنده إمساك ويسكت على الموضوع لازم يحل المشكلة لأنه بتعمل عدة مشاكل أخطرها إنه يصير فيه عندنا كانسر بالقولون أو بالهاي أطبعاً لأنه تجمع الفضلات هذا إشي مؤذي فإذا ضلوا طول الاسنين مزعج جداً غير إنه حتى مزعج للصحة الجسدية والعقلية الشخص بيكون مش مرتاح بحياته مؤلم جداً فبرضه بيصير عندنا عدد مشاكل زي البصور مثلاً برضه هذا بيعمل لنا مشاكل كتير كبيرة ومرات بيكون أشياء بسيطة لفيه أشياء مرتبطة بأمراض أو دلالة على أمراض معينة بس مرات بالتغذية السليمة بنقدم بتخلص من مشاكل الإمساك يعني هي زي ما بتقولي ربا سموم لازم تطلع من الجسد ولكن يعني أمتى بيتشخص الشخصين قال إنه مثلاً هذا الشخص عم بيعاني من الإمساك هلأ بيكون في صعوبة إنه بالإخراج وإنه بيعود عدة أيام مثلاً ما عم بيقدر يروح على التواليت وزي ما حكينا إنه عادة الإمساك لأنه الشخص لما كتير بيعاني منه بيصير عنده مشاكل كتير كبيرة يعني حتى ما بيكون مرتاح واحدة من أسباب النفخة حتى ثبات الوزن يعني في كتير مرات ها بينزلوا بسببها آه بيكون ماشية على حمية ومرات بيكون من الحمية الغلط كمان كمان طيب إذن خلينا نشوف كل أسئلة اللي معنا عشان نجاوب عليهم دكتورة ربا مشربش أول سؤال من مريم جبارة مريم عم تسأل إذا عنده أمراض مزمنة مثل ضغط وسكري وهشاشة عظام كيف يقدر يتخلص من الوزن الزائد مع الشكر هلا زي ما حكينا آه كي زي حب ما حكينا يعني ممكن هدول الأمراض تكون لها مرتبطة بالإمساك إذا الشخص عم بيعكل بطريقة غلط فممكن يؤدي للإمساك هلا مرات حتى الوزن الزائد معظم الأشخاص اللي بيأخدوا ألياف ما بيأخدوا خضار وفواخ ما بيشربوا كميات من السوائل برضو ممكن يؤدي لها مشاكل بالإمساك بشكل كثير هلا في أسئلة إيجتنا إنه ليش لما بعمل حمية غذائية بيصير عندي إمساك هلا ممكن زي ما حكينا من الحمية الغلط زي إيش ممكن إنه الشخص إنه ما عم بيأخد كميات ألياف كفاية عادة الألياف السيدات بدها 25 جرام من الألياف يوميا والرجال تقريبا 35 جرام من الألياف يوميا الآن الألياف بتساعد بعدة أشياء إنه بتساعد إنها بتجمع الفضلات وبيصير في عنا وبتمتص المي آه وتمتص المي آه وتمتص المي فبتخلي سهولة في خروج الفضلات فإذا الأشخاص عم بيأخدوا كميات كافية من الألياف بس ما عم بيشربوا مي ممكن يصير عندهم إمساك هي أظن لك هاي المشكلة هاي كمان يعني إحنا مش بس بدنا ألياف الألياف عشان تشتغل صح بدها مي يعني فيه كتير ناس بيسألوني على بزور الكتان وبزور الليتشيا وفيها ألياف وأوميغا 3 وأشياء مفيدة بس إذا بيأخدوها ما بيشربوا مي معها بصير عندهم عكس الموضوع لأنه اللي بنا نعرفه إنه هاي الألياف بتساعد على التخلص من الألياف من الإمساك ولازم يرافقها بالمي لأنه هي بتتمسك الفضلات مع بعض بدها مي عشان تصير فيه سهولة في الإخراج إذا أنت عم بتدخل خضر فواكه كتير مهم وحبوب كاملة كتير مهم نشرب على الأقل 2 لتر مي يعني دائما إحنا بنحسب المي عحسب الوزن إحنا تقريبا من 2 إلى 3.5 لتر مي يوميا فعلى الأقل على الأقل 2 لتر مي لازم يوميا طيب سؤالنا من بيان بيان عم بتقول الإمساك اللي بيصيب السيدات بعد الولادة كيف ممكن يتجنبوا أوكي هلا هذا كتير مرات بيصير عند السيدات عند بالحمل فترة الحمل وبعد الولادة هاي صعب كتير المرحلة ومرات بتصيب السيدات اللي بيولدوا بولادة طبيعية أو قيصرية فهون ممكن كمان الاسترس إلى دور كتير كبير هلا الإمساك مش بس اللي التناول الألياف ممكن كمان اللي التحركة اللي بترافق السيدة بعد الولادة والاسترس والأرق هذا كله بيأثر على مشاكل الإمساك بدنا نعالجة بعدة أشياء أول إشي زي ما حكينا خاصة إذا كانت والدة جديدة ومرضعة فهون كميات المي بتكون أضعاف فبدها تشرب مي على الأقل 2.5 لتر مي هذا أول إشي لتدخل فواكه وخضار يكون بإشرتها هناك بعض الفواكه والخضار اللي أصلاً ملينة يعني مثلاً عندنا الكرونز الأراسيا الخوخ الأسود المجفف هذا أصلاً فيه ألياف عالية وفيه مواد أصلاً مسهلة آه يعني أصلاً غير الألياف بالضبط فيها بالضبط فيه بعض السكريات الموجودة فيه اللي بتساعد فيه علاج مشاكل مع مي كمان هده مرات من قولهم ناخده ثلاث حبات معكستين مي بالليل هذا ممكن يساعد الشوفان سوحة ولا أقل سوحة؟ الصبح ولا بالليل؟ آه حسب أنت ما فيه مشكلة ممكن صبح أو بالليل آه باب يفرق إنه آه ممكن بالليل عشان تاني يوم يسهل آه ندخل الشوفان لأن الشوفان فيه نسبة ألياف عالية البقوليات تستغربي يعني عدس فصولة حمرة فصولة بيضة بقوليات هاي كلها فيها نوع من الألياف اللي بيساعد في التخلص من الإمساك فممكن ندخلها كمان بنظامنا الغذاء الخبز الأصمر خبز الشعير بس المهم لما تدخل كل هدول ندخل معهم سوائر الماء الماء عليكم بالماء طيب خلينا نشوف السؤال الثاني سؤالنا من سوحة هل فيه هناك مشروبات محددة للي معهم خمول في الغدة الضرقية الغدة الدرقية ما فيه مشروبات فيه أطعمة لازم نبتعد عنها أو نقلل من تناولها زي القرنبيات بروكلي زهرة ملفوف فجل هذا كتير مهم يكونوا مطبوخين أو ما ناخدهم نيين بكنيات كتير كبيرة فيهم مواد اسمهم الغويترجنز غويترجنز بتأثر على إفرازات الغدة فالأشخاص اللي عندهم الغدة مش منتظمة مثلا ما بيصير يأكل لسلطة ملفوف كل يوم وموجودة هاي كمان ببعض الأطعمة زي الفستق والفراولة فبدي يخففوا بس من تناولهم ولما تكون مش منظمة كتير مهم يكون البروكلي والزهرة الميتناول وهو مطبوخين مش نيين أوكي تمام إذن خلينا نشوف كمان سؤال من أم خالد هل الإمساك إلو علاقة بالبصور عند الإنسان وما هي الأغذية المناسبة للتخلص منه طبعا الإمساك المتواصل بيصير يعملنا عدة مشاكل في مرض كمان اسمه diverticular disease كمان بيصير في عنا زي نتوءات موجودة بالأمعاء بتجمع فيها الفضلات فعشان هيك عم نحكي الإمساك المتواصل لازم يتخلص منه مش بس بالتغذية السليم وشرب السوائل هلال في نقطة كتير مهمة إللي ما بحب مي ينكه المي هاي تعتبر سوائل شرب ينسون زهورات مي منقوعة فيها قصرة ليمون هاي كلها تعتبر سوائل إذا بتاكل فواكري رح تعطيك جزء من السوائل ما بتحب المي ممكن نصير نشرب شربة بالليل فيها شوية بازلة وجزر وكوسة بقشرتها هذا كله بيساعدك إنه تخلص من إمساك إشي كمان كتير مهم لازم نمشي يعني إحنا هلا نظامنا الحياة كله قعدة فبدنا نتخيل إنه أمعاءنا زي أي عضلة موجودة بالجسم بدها تتحرك فأنت كيف تحركها تطلع تعمل رياضة إذا ما عندك وقت تعمل تروحين على النادي نطلع نمشي كل يوم نعوض الأعدل اللي إحنا بنعودها كثير من الأشخاص إنه لما يمشوا أصلا بيروق النفسية بيخفف بالسترس ولأنه الاسترس إلو علاقة بالإمساك إلو علاقة بالجهاز الهضمي فبدنا نعمل كل هذول الأشياء في غير البرونز في عنا التين التين هلا موسمه الصبار هذول كلهم كتير منح للإمساك التين المجفف منقدر ندخله حكينا عن الشوفان خبز الشعير الشعير نفسه هذا كله في ألياف كمان موجودة صار هلا بنستخدمها في إشي اسمه سيليام هاسك أو الإسباقول كتير سمعنا عنه أو جنين الأمح برضو هذول نسمي هذول ممكن نضيفهم على الشوفان مع شوية توت أو فراولة أو تفاح تفاح والنجاس برضو منح هذول كلهم بيساعدوا أن يخففوا من مشاكل بدي أسألك على الإسباقول حكينا أظن بالفقرة بأكتر من فقرة أنه منقدر مثلا نحطه مع عصير مثلا معلقة صغيرة بسير بس هو بيسوي ثك هو لازم رأساً يشربوه آه يعني هو قبل ما يجمد يعني هو فيه ألياف وبتشرب الماء فكتير بيضبط بالبودنج كتير بيضبط باللبن عشان هيك مرات لما نعمل خلطة شوفان مع فواك مجففة أو إشي هذا كتير بيساعد فيه ألواح الطاقة اللي بيكونوا بيعملوها من تمر ومش مش مجفف هاي برضو كمان بتساعد المهم بالماء المهم أكيدا برطة بخلطة شوف بالماء طيب خلينا نشوف كمان سؤال سؤالنا من سؤال للشخشير هالأطعمة اللي بتسبب إمساك إلها علاقة بين سوء التغذية والإمساك وإيش أفضل أعشاب هلا أكيد إحنا لما الشخص عنده سوء التغذية يعني معظم الأشخاص اللي بيأكلوا بس جنك أكلهم سندوش فلافل الصبح بيرجر للمساء بطاطا مقلية ما في فواكه وخضار أكيد هيترح تأدي لمشاكل الإمساك هلا الأعشاب ما فيه أعشاب هي فيه أعشاب بنشتريها بالأسواق ملينة بيكون مرات بيكون فيها بعض الأعشاب اللي سنة مبكة مسهلة يعني بنقدر نحكي بس إحنا من أي نوع أعشاب بتعتبر من المي ينسون ينسون إرفز هرات هدول كلهم رح يساعدوكي إذا رافقت معها الألياف يعني بالليل إذا أنت بدل من ضنا نشرب قهوة كتير لأنه القهوة مدر للبول نشرب كمان أشياء أعشاب بتروي الجهاز الهضمي خاصة إذا الشخص معه قولون وندخن كمان الألياف بنظام الغذاء اللي هي موجود بالحبوب الكاملة بدل خبز أبيض خبز أسمر باكل حموز وفول مش غلط أدخل بقوليات عن نظام الغذائي مرة مجدرة مرة رز بفول هدول الأغذية كلها البقوليات فيها فيها ألياف عالية واللي بتساعد أنها تخفف من مشاكل الإمساك طيب إذا نشوف سؤال لمار لمار السؤال إنه بتعاني من الإمساك بشكل دائم ما الأكل المناسب من الخضار الفواكه حتى يبتعد عن الأدوية هلأ معظم الأشخاص كمان مرات بصيبهم أمساك بتعودوا على الملينات هلأ إحنا دائما هدول الأشياء إذا كان سبليمت أو دواء لازم يكون بإشراف طبي لأنه في كتير أشخاص بيصير عندهم كسل في الأمعاء لأنه بس بروحوا على الحمام لما ياخدوا الأدوية إحنا من نشجع إنه ما يصير في عنا كسل على بالأمعاء بالحركة وشور بالسوائل وتحفز جسمك إنه يخرج الفضلات عنه ناخد يعني ناخد كمية ألياف منيحة فيه كمان بعض الحميات ممكن تقدي لها مشاكل الإمساك يعني الحميات القليلة جداً بالنشويات الكيتو مثلاً هذا ممكن يعمل إمساك خاصة بأول فترة لأنه نسبة النشويات فيه كتير قليلة ليش قلت النشويات؟ عادةً النشويات من ضمنها فيه ألياف ولما أنت تأكل كميات يا قليلة جداً من النشويات ممكن تصير إمساك أو الأشخاص اللي بعملوا حميات إذا نحكي من ثميها إحنا الفات دايتس اللي هي الحميات ما إلها أي أساس علمي تمروا لبن بس نوع خضار فواكف اليوم بس بروتين في اليوم هدول الحميات بتكون قليلة جداً بالسعرات الحرارية فكمان إنت لما ما تأكل كفاية صوري أجدو يخرج يعني إحنا بدنا نأكل فمرات الشخص يتبقى يأكل حمية بتلاقيها طول النهار بس 600 سعر حرارية أو 500 سعر حرارية هذا ممكن هاي منشوفها أصلاً بعيادات التغذية إنه الشخص عم بيعاني من إمساك لأنه كمان كميات الأكل اللي عم بيأكلها كتير قليلة هقل من الطبيعي هذا ممكن يأدي لحظة هون بيصير لازم يزيدوا للسعرات بطريقات فيها ألياف بالضبط بالضبط عشان نقدر نخفف منها نشاكل الإمساك أوكي إذن ضل معانا أسئلة أوكي طيب إذن روبا هلا إحنا استعرضنا واضح إنها بتصيب أعمار مختلفة صح هل في أعمار معرضين أكتر؟ هلا في مرات الأطفال بتصيبهم حالات إمساك هلا هون مرات الإمساك ممكن يكون دلالة لحساسيات يعني مرات فيه أشخاص بتصيبهم نوبات من الإمساك والإسهال ممكن يكون حساسية من الأمح أو عدم تحمل للغلوتن مش حساسية حساسية من الأمح اللي هو السيلياك ممكن يكون عدم تحمل فيه ناس بيعانوا من نفخة وغازات بس يتناولوا الأمح ومنتجاته فممكن إذا حول على فترة لغلوتن فري دايت يتخف الأطفال الصغار ممكن حالات مرات الإسهال الشديد أو الإمساك ممكن يكون دلالة على نوع من أنواع حساسية بروتين الحليب هذا فمرات كمان بدنا نشوف طبيب مش بس يعني بتشوفي أخصائي التغذية اللي تتأكد إنه نظامك مماله إشي بس ممكن كمان نشوف طبيب إنه هل هذا دلالة فيه ناس بيزيبهم إمساك من مكملات يعني في بعض أنواع المكملات الحديد إذا حسيت إنه بس بديتي تأخذ المكملات استشيدي طبيبك إنه إذا أنت يعني جد بحاجة لهاي المكملات إيش في نوع حديد تاني أو نوع تاني من هذا الحديد بقدر أخذه لأخفف من الشاكل الإمساك اللي عندي ممكن نغير توقيت الحبة بإشراف طبيب يعني هاي الأشياء كلها ممكن تدل على مشكلة معينة بيقدر نحلها بإشراف الطبيب إنه شو البديل إذا كان عن مكمل إذا كان عن دواء معين بيخفف من المشاكل